إذن دول أبطال فضيحة مندنز اللي احنا بنتكلم عنهم النهاردة قبل منسيب الصور دي في نقطة مهمة لازم نتكلم فيها هل اللي احنا بنحكيه النهاردة فضيحة ولا هو عملية مخابراتية تستحق وسام وتستحق تكريم من فخمة الرئيس المشير الركن عبدالفتاح السيسي حده يستغرب خلينا اشرح لك لاتنين شوف لو انت هتتكلم على فضيحة فهي فضيحة بمعايير الدول المحترمة يعني ايه يعني في الولايات المتحدة الامريكية هي فضيحة كبرى لرجل رئيس لجنة علاقات خارجية كان بيصرب معلومات ليه علاقة باجتماعات كونجرس كان بيصرب اسماء عاملين في سفارة امريكية كان بيتعدى حدوده كان بيستغل نفوذه كان بيقبط فلوس من حكومة اجنبية كان بياخد مصالح شخصية على حساب الامن القومي الامريكي وعلى حساب قرارات امريكية لها علاقة بمساعدات عسكرية لدولة اخرى يبقى في دول المؤسسات في الدول اللي بتحترم نفسها وبتحترم شعبها في الدول اللي عندها حرية صحافة وحرية اعلام في الدول اللي بتحترم سيادة القانون هذه فضيحة من العيار الثقيل بموجبها يستقيل بوب مندنز من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية فيبقى ديت لو بنتعامل ان احنا كدولة بتاعة سيادة القانون فاضيف ضيحة كبيرة جدا فلو في مصر احنا بنتعامل ان مصر دولة فيها سيادة القانون فاضيف ضيحة رهيبة جدا ان احنا بنحاول ندفع رشوة لسيناتور عشان يخلص لنا مصلحة لأعلاقة بمشعارفة كويس ما فيش رقابة ما فيش حد قال سباكت داب جات منين الفلوس اللي خدها منين ولا اي حاجة خالص فهي فضيحة لو هبص لها من الجانب ده لكن تعال بقى نبص من نحية عباس كامل وخلينا نروحها في جنبه لو هي من نحية عباس كامل فهي الحياة مش فضيحة بل بطولة وعملية عظيمة وطنية قام بها سقور المخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل بأوامر المشير عبدالفتاح السيسي استطاعت من خلالها سقور المخابرات العامة عباس كامل والراجل رقم اربعة والراجل رقم تلاتة والراجل رقم اتنين والراجل رقم واحد بمعاونة وايل حنم وفريد دابس انهما يجندوا استطاعوا يجندوا زوجة سيناتور امريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الامريكية عشان ياخدوا مصالح متعلقة بالنظام بتاعه يبقى لو هبوا الصلحة من الجنب ده فهي عملية عظيمة جدا طب والله يا جماعة برافو عليكم ده جهاز مخابرات رهيب جدا ده مو طبيعي ان احنا بنجند اي حد ايوا بنعمل عمليات استخباراتية جبارة جدا يبقى حضرتك قدامك الروايتين وانت في الاخر اختار عايز تعد مكان عباس كامل ففي المقصورة بتاعت المخابرات العامة فشبو يا جماعة لسقور المخابرات العامة المصرية عايز تعد تبص عليها من ناحية الدول المحترمة فضيف ضيحة بصراحة تطير فيها رقاب من مناصبها وما يعدوش على كراسيوم تاني فحضرتك في الاخر اختار عايز تبص عليها من اي طرف اشتركaa اضم ten من احر في الهدية